عشد رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أحمد عبيد بن داغر بلقاء قيادات حزب الإصلاح مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس لانتقال عيدروس الزبيدي في الرياض مؤخرا واصفا للقاء بأنه خطوة إيجابية نحو مصالحة وطنية شاملة وعكد بن داغر على ضرورة تعزيز العلاقات بين القوى المناهضة للمشروع الحوثي لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والشرعية وعقار إن المعركة هي معركة الدولة بكل مكوناتها وأطيافها السياسية محلل السياسي اليمني الأستاذ مانع المطري أهلا بك كيف يمكن أن يبنى على هذا اللقاء بين قيادات حزب الإصلاح والسيد عيدروس الزبيدي نعم تحية لك ولمشاهدين الكرام أنا أعتقد أن هذا اللقاء هو خطوة سيتبعها خطوات كثيرة من الحوارات الثنائية التي يفترض أن تتم بين المكونات السياسية سواء المكونات التي دخلت التكتل الوطني أو المكونات التي لا زالت مترددة في المشاركة في هذا التكتل لكن المرحلة تفرض علينا أن يكون هناك تحالفات معمقة وواسعة بنفس الوقت لما تقتضيها المصلحة الوطنة للعليا ولمواجهة تحديات الماثلة أمامنا البلد تشهد حالة انهيار ومخاطر كبيرة من تمدد ميليشيات الحوثي أو من جولة عسكرية أخرى قد تغامر بها ميليشيات الحوثي وأيضا هناك وضع اقتصادي ينبغي أن تقوم القوى السياسية أيضا بحث المجتمع على الوقوف إلى جانب مؤسسة الدولة التي تعزيزها حتى تستعيد مواردها السيادية وتستعيد الموارد التي يمكنها من تقديم الخدمات ومن استعادة التعافي الاقتصادي هذه الأمور يجب أن تتبنىها الأحزاب ولا تستطيع أن تقوم بها الأحزاب إلا في ظل إيجاد قاعدة من استقال المشتركة فيما بينها في ظل قدرة الأحزاب على العودة إلى المحاوظات المحررة وموارسة أنشطتها بشكل طبيعي بما يضمن تحشيط طاقات المجتمع نحو تعزيز سلطات الدولة وحشط طاقات المجتمع نحو المعركة الرئيسية مع ميليشيات الحوثي هل ممكن حزب الإصلاح ينضم للتكتل الوطني للأحزاب أو التكتل الوطني للأحزاب يقدم دعوة للإصلاح مثلا؟ الإصلاح هو من مؤسسية التكتل الوطني للأسف المجلس الانتقالي شارك في بعض جلسات الإعداد والتحضير لكنه تراجع ولم يشارك في الإشهار ولدن الدعوة له قائمة ومباركة رئيس مجلس الشراء لهذا اللقاء هي تأتي في إطار الحوارات المستمرة لإقناع المجلس الانتقالي للمشاركة في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية وهي دليل على حرص رئيس التكتل الذي هو أيضا رئيس مجلس الشراء الدكتور أحمد عبيد بن دار على أن يمضي على نفس النهج الذي ألقاه في كلمته أثناء إشهار التكتل أن هناك مقاعد شاغرة في هذا التكتل لا يستطيع أن يملأها إلا القوى التي لم تشارك فيه وسيستمر للحوار معها حتى الوصول إلى قاعدة مشتركة لمشاركة هذه القوى في إطار التكتل الوطني واحد يعني المطلوب انضمامه هو الانتقال الجنوبي لكن حزب الإصلاح موجود في هذه المسألة إذن هل يمكن أن يكون هناك عنوان آخر للقاء هل يفهم أن حزب الإصلاح أو قيادات حزب الإصلاح كانت بتقنع السيدة عدلوس زبيدي أن ينضم إلى تكتل الوطني للأحزاب أنا أريد أن أوضح للمشاهد الذي يتبعنا من اليمنيين أن يفهم فحو اللقاء يعني ما الذي كان يمكن أن نضع عنوان لهذا اللقاء بين قيادات حزب الإصلاح والانتقال الجنوبي للأسف الشديد أنه خلال الفترة الماضية وبرغم مشاورات الرياض وبرغم أيضا اتفاق الرياض فيما قبل المشاورات كان هناك ولا زالت إلى حد ما فجوة من عدم الثقة بين التجمع من الإصلاح والمجلس الانتقالي وبين المؤتمر الشعبية العام أيضا والمجلس الانتقالي وبين كثير من الأحزاب بنسب متفاوتة هناك فجوة فيما بين العلاقة بينهم وبين المجلس الانتقالي الجنوبي وهذه الفجوة يجب أن يتم ردمها بإزالة المخاوف من بعضهم البعض وإرسال التطمينات والرسائل الإيجابية وبناء قواعد صحيحة للشراكة هذه القواعد أعتقد أننا بدأنا تأسيسها عند تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وعند تشكيل الحكومة بناء على اتفاق الرياض إذا كان هناك أخطاء أو مخاوف يجب أن تكشف هذه المخاوف يجب أن تصحى هذه الأخطاء ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الحوار المباشر ليس فقط من خلال تبادل الرسائل ببيانات الأحزاب أو ببيانات المجلس الانتقالي وإنما بالاستعداد للجلوس على طاولة واحدة وعقد نقاشات معمقة ومشتركة مع أكثر من طرف حتى تزول هذه المخاوف وتعطى التطمينات وتؤسس قواعد صحيحة للشراكة وتعزز القواعد القائمة هل ممكن نشهد لقاء بين المؤتمر الشعبي والانتقالي الجنوبي طالما هناك بعض الخلافات ما بين الطرفين مثلا هناك مكونان إلى الآن لم يشارك بالتكتل الوطني هو المجلس الانتقالي ومؤتمر حضر مؤتر الجامع والأحزاب السياسية المشاركة في التكتل معنية مجتمعة أو فرادة بأن تخوض حوارات مع هذين المكونين لضمان إضمامهما للتكتل وما قام به تجمع عن الإصلاح أعتقد أنها بادرة إيجابية وأعتقد أن الأحزاب الأخرى أيضا تبذل جهود ومساعي في هذا الاتجاه وقد نشهد الأيام القادمة لقاءات كثيرة مع كثير من قيادات الملس الانتقالي وقيادات من الأحزاب السياسية هناك لقاءات تتم بشكل شبه يومي مع هذه القيادات لكنها للأسف لا تخرج للإعلان أعتقد أن هناك حرص لدى المكونات السياسية على رجم الفجوة التي كانت في المرحلة الماضية وإصرار على أن يتم توحيد الجبهة السياسية الداخلية لمواجهة أي طارق محتمل سواء عبرنا باتجاه السلام أو باتجاه الحرب التكتل الوطني للأحزاب هل نريد أن نفهم لأنه ربما سألتك سؤال في تحالف الأحزاب قبل ذلك هو فكرة التحالف والتكتل هل كل حزب ينضوي تحت التكتل الوطني للأحزاب مع احتفاظه بسياساته الخاصة أم أننا أمام تحالف بمعنى أنه سنكون في المستقبل أمام قرار واحد يخرج من قياد التكتل الوطني وأن كل أحزاب المنضوية ستكون موافقة ما هي مساحة الحرية لكل حزب في داخل التكتل أنا أعتقد أن التكتل الوطني والاشتراك فيه يعني أن كل مكون فيما يتعلق بالمعركة مع الحوزي وفيما يتعلق باستعادة مؤسسات الدولة ينقل قرارها السياسي من داخل الدائرة السياسية في هذا المكون إلى داخل المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب بنقل قراره السياسي هذا يعني أنه لا يستطيع أن يأخذ موقفا منفردا إلا إن كان يقرر أن يخذ من هذا التكتل وفي نفس الوقت هناك قواعد لاتخاذ القرار داخل هذا التكتل ليست المسألة قائمة على غلبة هذا الحزب أو ذاك وإنما هناك تكافأ والتكتل في الأساس قائم على قاعدة التوافق في اتخاذ القرار إلا في حالات محددة يستلزم فيها أغلبية محددة وفقا لللائحة التي أقرها المجلس الأعلى للتكتل وهذه الظروف المحددة هي تستلزم أغلبية كبيرة جدا بمعنى أنها قد تشكل أي قرار اتخذ من هذا التكتل يشكل شبه إجماع من القوى والمكونات الوطنية طيب اسمح لي فقط سوزمان عشير للعواجل أن حزب الله بيعلن تدمير ست دبابات مركافة إسرائيلية في جنوب لبنان هذا رقم كبير جدا وأيضا إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل وست دبابات مركافة اليوم في البياضة وفي ديرمي ماس تحديدا هذه تنم وتوضح حجم المواجهات الشرسة التي تدور الآن ما بين عناصر حزب الله وما بين القوات البرية الإسرائيلية التي تحاول أن تتحرك وتتقدم في البلدات الجنوبية بهذه الطريقة إذن نحن أمام خسارة إسرائيلية لست دبابات مركافة في البياضة وفي ديرمي ماس سنتابعك ونوفيكم بالتفاصيل فور توفرها حول هذه المواجهات الشرسة البرية في المرحلة الثانية البرية التي يخوضها الإسرائيليون في الجنوب اللبناني ونحن أمام أيضا رقم كبير وقياسي في عدد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الشمال والوسط الإسرائيلي أستاذ مانع سؤال آخر ما كيف يمكن التنسيق ما بين المدلس الأعلى للتكتر الوطني للأحزاب وبين التجمعات المدنية القبلية التي نتبعها في مأرب وفي غيرها من المحافظات اليمنية نعم هذه التكوينات التي تتشكل حديثا هي بحسب بيانات التأسيس لا أنها تشكلت من الأحزاب من الأحزاب الموجودة في المحافظة فهي معنية بشأن محلي على مستوى المحافظة وليست معنية بشأن على المستوى الوطني فيما يتعلق بالمعركة وهي لا يمكن أن تكون نقيضا لوجود الأحزاب الأحزاب مشاركة في التكتل الوطني وبنفس الوقت مشاركة في تكتل على مستوى المحافظة ما إضافة إلى أن عديد من هذه التكتلات التي انشئت مثل مجلس حضر الموت الوطني ومجلس شبوة وشاركت أيضا في تأسيس التكتل الوطني التكتل الوطني لا يشتل بالضرورة أن يكون حزبا سياسيا بالعكس هناك مكونات شاركت وهي ليست أحزاب من الناحية القانونية وإنما هي قوة وازنة على الأرض ولديها تأثير ودلوية أن تكون مشاركة في العمل الوطني ومنها أيضا فصائل الحراكة الجنوبية الحراكة الجنوبية فصائلية ليست أحزاب لأن القانون يشتلق بالأحزاب أن تكون ممثلة بكل محافظات الجمهورية أن يكون لديها تمثيل في كل محافظة الجمهورية لكن الحراكة الجنوبية موجود في المحافظات الجنوبية فقط وليس في المحافظات الجمهورية عفوا شكرا سيد مانع المطري المحلل السياسي شكرا جزيلا سيد مانع